اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرزا كتبته الصحف الاراقية والعربية والدولية نبدأ بأهم العنوين في الهيئانة مفوضية حقوق الانسان تؤكد قتل وإصابة 1093 متظاهرا في الأيام الأربعة الماضية موقع كتابة 23 شهيدا عراقيا في خمسة أيام وثوار يرفضون مغادرة الساحات من البصائر نقرأ الأمم المتحدة عدد ضحايا العنف في تظاهرات العراق قد تكون أعلى من المعلن في العربي الجديد العراق رغض خمسة مرشحين لاستبدال عبد المهدي في القدس العربي نطالع في العراق فض عنيف لأتصامات المتظاهرين العرب اللندنية الحرس الإيراني وحزب الله لبناني يعدان خطة لقمع الاحتجاجات في العراق في الشرق الأوسط نطالع دعوات السستاني إلى الهدوء لا تلقى آذاناً مزغية الثورة تصنع إنسانها في لبنان والعراق مقال للكاتب برهان غليون في صحيفة العربي الجديد جاء فيه أن من الواضح لكل ذي نظر أن الشعوب العربية أي الأجيال الشابة التي تتقدم ثورتها قد دخلت في حقبة جديدة وهي تكتشف في كل يوم في ساحات المدن العربية وفي شوارعها تكتشف مصطلحات العالم الجديد الذي تسعى إلى بنائه تظهر التجمعات الاعتصام والمسيرات اليومية انقلاباً كاملاً في المفاهيم وقواعد السلوك في جميع ما يدين العلاقات الاجتماعية والعلاقة بين الجمهور والدولة والشعب والنخبة والذات والآخر العالم هناك احتفاء متجدد وملتهب بالوطن واستعادة أو انبثاق روح المواطنة المحرمة وانحسار واضح لمشاعر اليأس والإحباط والتشاؤم الذي جعل من مشروع الهجرة لبناء حياة فردية إيجابية ومثرية في الولدان الأجنبية الحلم الرئيس إن لم يكن الوحيد لدى شباب أقنعه انعدام الآفاق واستنقاع النظام والفساد الشامل للنخبة السياسية إنه البديل الوحيد للموت يأسا وكربا في بلدانه الأصلية وهناك تحول عميق في اتجاه المجتمع ككل واحتفاء بالآخر والاقتراب منه والتفاعل معه قل مثيله بعد سواد المشاعر الخوف والتوجس والشك والكراهية في عهد الفساد والاستبداد والأنانية لم تعد الثورة منهجا للتغيير وقلب الطاولة على الطبقات الحاكمة أو الطبقات السياسية بأكملها وإنما أصبحت في العالم العربي وفي لبنان والعراق اليوم كما هي في الجزائر والسودان ومن قبل في سوريا واليمن وتونس مصر يمتزج فيه ويختلق تحت درجة حرارة عالية شعب جديد أي شعب موحد وقوة مستقلة وفاعلة على الأرض وصانعة للحدث وتظهر الاعتصامات السلمية هذا التغير العميق الطارئ على سلوك الأفراد وعلاقاتهم ونوعية اللغة الحرة الجديدة التي يعبرون بها عن أنفسهم والعواطف الإيجابية البالغة التي يتبادلونها فيما بينهم شبانا وشابات والتفاؤل الذي أصبح يوجه نظرهم وفعلهم نحو المستقبل لقد كذب الثورات الربيع العربي القول الماثور بعد الثورة الفرنسية إن الثورة تأكل أبنائها ليس من نهاية قريبة لمحنة العراق فلا استقالة رئيس الوزراء ولا تبدل وجوه الحكومة ولا حل البرلمان ولا حتى إجراء انتخابات جديدة ولا إجراء تعديلات صورية في الدستور الذي صنعوا الأمريكيون لا شيء من ذلك يصلح حلا فالمحنة أعمق من هذه المظاهر كلها ونداء الشارع العراقي العنيد المخضب بدماء تسيل بلا آخر يبحث عن وطن ودولة حقيقية وعن إعادة تأسيس العراق هذا ما جاء في مقال الكاتب عبد الحليم قنديل في صحيفة القدس العربي فلن تابع كل دواع الخراب الموجودة وترد الخدمات لا حد عدمها والفقر الذي ينهش حياة أغلبية العراقيين والفساد والنهب الواصل لمعدلات فلكية هذه كلها مجرد عوارض لمرض قاتل في بلد هو الأغنى بموارده الطبيعية بين كل الأقطار العربية ففي بعض الدول العربية توجد موارد بيترول وغاز طبيعي وفي دول أخرى توجد موارد مائية بينما العراق وحده يجمع بين موارد الأنهار والبترول الغنية وكان العراق القوي مانحا عظيما لأشقائه المحتاجين وكان سندا لقضاياهم قبل أن تحل عليه لعنة الاحتلال الأمريكي وما تبعها من هيمنة إيرانية واعتصار لموارده بالجملة إلى أن أصبح العراق الحبيث في وضع عزيز القوم الذي ذل ما يجري في العراق ليس مجرد ثورة لشعب مكلوم بل حرب تحرير وطني بالصدور العارية يحتاجها العراق لكي يعود عراقا تداعت انتفاضات العراقيين واتصلت حلقاتها إلى اليوم وقدمت وتقدم قوافل الشهداء بالمئات والجرحى بعشرات الألوف في السيل دماء عارم لا يتوقف فقد انجلت الغشوات عن الأبصار ببركة الدم الشهيد فإذا ببصر العراقيين اليوم حديد انتهت عملية تحطيم دولة العراق إلى فراغ تمددت وتمطت فيه إيران لدوع الجوار والثأري وحق الشفعة وكانت الماساء من صناعة حكام عرب تماما كالأمريكيين فلم يكن لغزو العراقي أن يحصل من دون مشاركة حكام الخليج العربي بالذات ودعمهم المباشر والسخي للمجهود الحربي الأمريكي وتحويل أراضيهم وسماواتهم إلى قواعد إبرار وخطوط عبور لقوات الغزو الأمريكي ولم يكسب أحد لما حصل أكثر من إيران التي ينتفض ضدها الجمهور العراقي والشيعي الآن بحسب تعبير الكاتب ويحرق قنصلياتها وممثلياتها من حسن حظ الشعب العراقي أيكون المرشد الأعلى الإيراني ومساعدوه ومستشاروه بهذه الدرجة من الجهالة والعدوانية والدموية والفساد والغرور والحماقة وقلة التقدير وسوء التدبير إذن عن إخفاق إيران في العراق كتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العربي فلو كانوا ذوي فطنة ونباهة ونظر بعيد ورأي سديد لعمروا محافظات الوسط والجنوب إن لم يريدوا إعمار باقي محافظات العراق الأخرى ولجعلوا كل واحدة من مدونها آية في الرخاء والازدهار ولا أنشأوا المستشفيات الحديثة المتقدمة وعدلوا وأنصفوا ومنعوا الظلم والفساد واعتمدوا على وكلاء شرفاء نزيهين مخلصين لأبناء طائفتهم ولأدى ذلك إلى تمسك العراقيين بهم وحرصهم على استمرار احتلالهم عشرات قادمة من السنين أو ربما من القرون ولتحققت امبراطوريتهم الجديدة التي فاخر بها علي يونسي قبل سنوات فبسبب سياساتهم العدوانية الاستفزازية التسلطية التي مارسوها ضد شعب العراقي وخاصة ضد أبناء طائفتهم سرعان ما افتضحوا وأصبحوا مكروهين وبالتالي وبالضرورة أيضا افتضح من يأتمرون بأمرهم ويقومون بتنفيذ سياساتهم العدوانية الاستفزازية التسلطية وصاروا مكروهين أيضا وممجوجين مثلهم وهدفا مشروعا لثورة شعبية عراقية قادمة لا تبقي ولا تدر فتغسل عهرهم وتعيد وطنها سالما ومعافى وبأحسن حال وهم حتى بعد هذا الانفجار الشعبي النادر الذي زلزل الأرض من تحت أقدامهم ما زالوا في نفس غبائهم وحمقاتهم وغرورهم يعمهون ها هم الإيرانيون يكابرون ويصرون على مواجهة الطوفان بمزيد من الإثم والعدوان ومزيد من إراقة الدماء لتكون نهايتهم أكثر وبالا وخزيا وعارا ومهانة وليصبح خروجهم من العراق وانباق المنطقة بلا عودة وإلى أبد الآبدين لا حياة للإنسان بلا حرية فكرية هذه القاعدة لا تتعرض مع الشرائع السماوية ولا القوانين الأرضية بل جميعها تدعو إلى احترام فكر الإنسان سواء آمن بالأديان أم لم يؤمن بشرط أن يضبط حريته ولا يتجاوز الثوابت الدينية والقوانين والعرفة والتقاليد هذا ما جاء في مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21 تحدث فيه عن ثورة العراقيين الفكرية من يريد أو يفكر في تغيير أو تقدم العراق عليه أن يهتم بالجوانب الفكرية لأنها مفتاح علاج القضية العراقية والعراقيون من الشعوب الحية ومن يريد أن يقتل هذه الحياة بحجج الحفاظ على النظام والمكاسب المهمية والمظلومية وغيرها من الحجج الخيالية فهؤلاء لا يريدون بناء الوطن والإنسان وإنما هم تجار دين وحروب وأزمات هدفهم استمرار خراب الوطن وسحق الإنسان لتستمر بذلك مصالحهم القادمة على هذه الأسس التي لا تتفق مع الأديان والمنطق والضمائر الحية الحملات الدينية والإعلامية على المتظاهرين العراقيين الذين يحاولون اليوم إنهاء الحالة السلبية هي محاولات يقوم بها أعداء الوطن والمواطن وإن ظهروا بمظاهر الأتقياء أو الأوفياء لأن من يريد مصلحة العراقيين عليه أن يفكر بالمواطنين تماماً مثل ما يفكر في عائلته وأولاده أما أنه يخاطب الناس بخطاب تخديري وعائلته وأهله وكل من حوله يعيشون في عوالم مترفة ومنعمة فهذا خطاب المزيف الخطاب المزيف والأداء الفاشل والتضليل الإعلامي كل ذلك أوصل المواطنين إلى مرحلة الانفجار التي لا يمكن السيطرة عليها إلا بالتغيير المقنع للجماهير الغاضبة في أكثر من عشر محافظات عراقية إذن حرية الإنسان العرقي واحترام فكره هي اللبينة البارزة في مشروع التغيير وبناء الوطن والمواطن ومن دونهما سنبقى ندور في دوامة الضياع والخراب التي لا ندري متى سنخرج منها ولذا فإن ثورة العراقيين اليوم ماضية ولن تتوقف إلا بغد جديد يعيد للوطن مكانته في العالم وللمواطن حقوقه المسلوبة من الغرباء كيف تعاملت روسيا مع الاحتجاجات في لبنان والعراق تقول مارينا بلينكايا الكاتبة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط بمقال نشره موقع المونيتر قالت إن الاحتجاجات التي يشهدها البلدان قد لفتت انتباه المسؤولين الروس وكذا الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي مع أن الاهتمام عكس الواقع المحلي وعلاقاته بالتطورات في الشرق الأوسط تأخرت موسكو لفترة كي تعبر عن رأيها في الأحداث العراقية واللبنانية ففي الخامس من تشرين الثاني نوفمبر التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والذي يعمل أيضا مبعوثا خاصا لمنطقة الشرق الأوسط بأمل أبو زيد المستشار للرئيس ميشيل عون وبعد اللقاء أصدرت وزارة الخارجية بيانا اعتبرت فيه أن أي محاولة للتدخل الخارجي في لبنان غير مقبولة وجاء فيه ندعم روسيا سيادة أو استقلال ووحدة واستقرار لبنان وتؤكد موقفها الواضح والمستمر أن على اللبنانيين التعامل مع الموضوعات الوطنية داخل الإطار القانوني وعبر الحوار الذي يقدم مصالح السن المدني والنظام وجاء فيه رفض روسيا لأي محاولة خارجية للتدخل في شؤون لبنان أو زيادة الخلافات الحالية وكل ما يجمع التصريحات الروسية أمر واحد وهو تعامل موسكو مع الأزمة كشأن داخلي ورض التدخل الخارجي وترك الحل للبنانيين أنفسهم فروسيا الخائفة من الاحتجاجات تتعامل مع أي مظاهر غضب من خلال عكسها على شأنها الداخلي فلكرملين الخائف من الثورات الملونة يعني تعامل الدوائر الليبرالية مع الأحداث في لبنان بعين الحسد وهذا واضح من النقاشات على منابر التواصل الاجتماعي التي تحدث فيها الناشطون عن تنازلات الحكومة اللبنانية للمتظاهرين من خلال تخفيض رواتب الوزراء ونواب البرلمان إلى النصف لم يهتم الكرملين بالتعليق على أحداث العراقي مبكرة فقد تجنب وزير الخارجية سيرغي لفروف الحديث عن التظاهرات في أثناء زيارته إلى بغداد وأصدرت وزارة الخارجية بيانها الوحيدة عن الأحداث في الأول من شهر تشرين الثاني نظمبر أي بعد شهر من بدء الأحداث لا يحتاج الكيان الصهيوني إلى إذن من أحد لتوسيع استيطانه في الضفة الغربية فهو يفعل ذلك في كل وقت محيد مشروع تيلفريك الذي قرته سلطات الاحتلال منذ أقل من عام هو واحد من المشروعات التي تسعى إلى تهويد القدس المحتلة والربط بين شرقها وغربها إذ هناك من يطبلون ويسوقون لفكرة أن المشروع سياحي ويهدف إلى تعظيم الأرباح واستقطاب مزيد من السياح هذا ما جاء في مقام الكاتب طلال عكال في صحيفة الأيام الفلسطينية لا يقتصر الفعل الإسرائيلي على إقامة تيلفريك في السماء فحسب بل هناك خطط تتعلق بتوسيع محطات لترام وجعلها تصل بين القدس ومستوطنات غوش عطسيون في الجنوب وكذلك فتح المدينة المحتلة على الساحل بشبكة قطارات حديدية قطورة هذا المشروع تتعلق بتزييف وعي الزوار والسياح حول المكانة التاريخية والخصوصية المقدسية للمدينة المحتلة ذلك أن التقارير الصحفية تفيد بأن خطة تيلفريك ليمر على المعالم الإسلامية أو أنه سيشوه تاريخيتها على حساب تسويق الرواية الإسرائيلية للأماكن المقدسة كل هذا يأتي ضمن مشروع الأكبر مشروع ترسيخ القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي وعنوان رئيسي لنشاط وحركة الإسرائيليين من وإلى العديد من المدن المحتلة وهذا يدفع الدولة العبرية لتسريع جهود تهويد القدس الشرقية وضمها إلى الغربية لن تكتفي إسرائيل بالنيل من القدس الشرقية بل ستعمل على ربط القدس المحتلة بالمستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وهي تدعم خطط إحلال المستوطنين محل المقدسيين والاستفادة من الأراضي المسروقة في مشروعات سكنية توطنهم لتمكن وجودهم فيها إذا كان من بد لإنقاذ ما يمكن إنقاذهم من عجلة التهويد الصحيوني للقدس المحتلة فإن على الفلسطينيين أن يدركوا أن هذه المعركة هي معركتهم أولا وأن الأولوية تكمن في توحيد طاقاتهم وتوجيهها ضد الاحتلال الصحيوني باتت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تتغنى ببطولات هؤلاء الشبان والأكثر إدهاشاً أن هذه الفئة من الشبان عدها كثيرون رمزاً للثورة والوطن لطالما عانى شبان أراقيون من نظرة سيئة توجههم من نسبة كبيرة من المشترى هذه النظرة لا تخلو من احتقار وقد تمكنوا من استبدالها تماماً حين نجحوا وأنجحوا هذه الاحتجاجات من دون خوف من القمع الذي قتل كثيرين منهم وأصاب عدداً آخر وأدى إلى اعتقالات عديدة في صفوفهم كل ذلك جعلهم محط أنظار الجميع بل مصدر فخر لدى أولئك الذين كانوا يحتقرونهم بالذات فهؤلاء الشبان لم تكن تتوقع شريحة واسعة من المجتمع العراقي منهم شيئاً ولا طالما عايرتهم بالاهتمام بقصات الشعر الغريبة فحسب وارتداء السراويل الموزقة ونقش الوشوم على مناطق ظاهرة من أجسادهم والالتهاء المطلق بالألعاب الإلكترونية وغيرها مع ذلك باتوا اليوم خارج كل التوقعات باتوا رموزاً يفتخر بها كثيرون شباب البوبجي أثبتوا أنهم أكثر وطنية من غيرهم ولن نزايد على رجولتهم وشجاعتهم ووطنيتهم بعد اليوم يطلق العراقيون تسمية شباب البوبجي على هذا الجيل نسبة إلى لعبة بوبجي الشهيرة في الهواتف الذكية إذ بات كثير من الشباب لا يلقون بالا لأي أحداث وينقطعون عن العالم لممارسة هذه اللعبة نبقى الآن مشاهدين الكرام مع مجموعة من الرسوم الكاركاترية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في رعايتنا